تجسد ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب البحرين في نصوص ما زالت تستدل بضوئها مجالات متنوعة من أبرزها تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وأبعادها كالسعي نحو الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على البيئة في حماية أكيدة للبيئة والحياة الفطرية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية تجسد ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب البحرين في نصوص تطلعت إلى واقع البحرين ومستقبلها في ظل الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة والسعي للاستغلال الأمثل للموارد والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن إنجازات عديدة حققتها مملكة البحرين في هذا الصدد تترجمت في إنشاء المؤسسات والأجهزة الحكومية واللجان المهتمة بوضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات وسن القوانين والتشريعات ذات العلاقة بتطبيقات التنمية المستدامة التي أصبحت مطلبا دوليا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي فيما صادقت المملكة على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ولطالما التزمت مملكة البحرين بالتوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف وضرورة إجراء دراسات التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع إلى جانب استخدام الأراضي وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية على غيرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والمياه المحيطة بها والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظرا لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة لمملكة البحرين جهود واضحة في حماية البيئة في القطاعات المختلفة كالطاقة التي تقوم عدد من المؤسسات الحكومية بتنفيذ جملة من الإجراءات التي تحمل بيئة وتقلل استخدام الطاقة وعلى رأس تلك الإجراءات اتباع السياسة الخضراء والمساهمة في الحد من استخدام المواد والمعدات ذات الأثر السلبي على البيئة أما في قطاع المياه فقد تم تنظيم حفر الآبار وتنظيم استخدام المياه الجوفية وغيرها من الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتوائمة مع التوجهات العالمية كما قامت الهيئة العامة لحماية ثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع العديد من الشركات بتنفيذ مشاريع بيئية تسهم في خفض الملوثات البيئية كمطار البحرين الدولي وشركة نفط البحرين بابكو وشركة الخليج لصناعة البتروكيمويات فيما تم تنفيذ مشروع تدوير ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى منتجات اقتصادية مفيدة للتخفيف من انبعاثه إلى الهواء الجوي وعلى صعيد التنوع البيولوجي تمكنت مملكة البحرين من الحصول على موافقة وتصديق لجنة التراث العالمي في دورتها السادسة والثلاثين على تسجيل مشروع طريق اللؤلؤ كموقع على قائمة التراث العالمي الإنساني لتوثيق وترويج التراث البحري في المملكة ويشمل المشروع محمية طبيعية بحرية معنية بحماية بيئات المحار والتي تعد من أكبر المحميات الطبيعية في الخليج العربي والأولى المعنية بحماية مغاصات اللؤلؤ قفزات تنموية كبيرة تحققت لمملكة البحرين في مجالات متعددة كان أساسها ومنطلقها الأول ميثاق العمل الوطني تلك الوثيقة الجامعة التي التقت فيها طموحات القيادة والشعب لمستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ايمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين